أغلب الناس ما بقاش وراهم كلام غير عن آيفون 15 وده اللي بتندجه شركة أبل اللي بقت مسيطرة على سوق الموبايلات وده خلى قيمتها السوقية تزيد أكتر وأكتر لحد ما وصلت لتلاتة تريليون دولار الحقيقة أن شركة أبل قالت كل حاجة عن مواصفات آيفون 15 ومميزاته وسعره من أيام وقالت أنه هيكون نفس تصميم آيفون 14 برو اللي استخدمت فيه سوق بداخل الشاشة نفسها ده كمان هتكون شاشته مقاس 6.1 بوصة وبسرعة تحديث 60 هرز وكمان محمي بطبقة قوية ضد الخدج بدون أي حواف ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة ده كمان عنده بطارية بقوة 3279 ميلي أمبير في الساعة ده غير تقنية الشحن السريع لأول مرة في تاريخ آيفون وأنه بيشحن الموبايل من صفر 50% في 30 دقيقة وفيه منه خمس ألوان أسود وزرق فاتح وصفر فاتح واخضر فاتح ووردي والحقيقة أن مع كل نزول نسخة أحدث للآيفون ده بيعمل صداع لسامسونج اللي بقيت مش عارفة تنافس أبل تعالوا نعرف قصة الآيفون والسر في المنافسة بين آيفون وسامسونج الحقيقة أنه سوء الموبايلات ده بيسيطر عليه شركتين أبل وسامسونج اللي بقوا بيشتغلوا جنب بعض في مجال التكنولوجيا بصفة عامة والموبايلات بصفة خاصة وله طبعا رغم أن سامسونج كانت سابقة شركة أبل ب40 سنة لكن أبل قدرت تنافس سامسونج وتسحى بالبوساط من تحت رجليها وده اللي بدأ في سنة 2007 لما طلعت أول آيفون ليها لكن سامسونج ما سكتتش وردت عليها على طول وطلعت أول تليفون جالكسي واللي كان وقتها بيشتغل بنظام الأندرويد وفعلا قدرت سامسونج أنها تزود مبيعاتها في الفترة دي لكن كان أغلب المبيعات هواتف محمولة مش هواتف ذكية وكان أكبر منافس لها وقتها شركة نوكيا شركة أبل قدرت كمان أنها تخلي مبيعاتها من أول آيفون ليها ضخمة جدا لدرجة أنها بقت الشركة الأكتر قيمة في العالم لأول مرة في 2011 وده كان بقيمة سوقية 353 مليار دولار أمريكي ده مش بس كده كمان أبل قدرت أن أسهمها تزيد في السنة ل300% وفضلت المنافسة شغالة بينهم لـ 2016 لما حصلت المفاجأة وهي أن شركة سامسونج حاولت أنها تسحى بالبوساط تاني من أبل وأصدرت وقتها موبايل نود 7 وده كان بعد نود 5 وفعلا قدرت أنها تحقق مبيعات كبيرة جدا لحد ما عدد كبير من العملاء اشتكوا أن درجة حرارة البطارية بترفع بشكل كبير وده كان سبب اشتعل عدد كبير من الموبايل ده وسامسونج بقيت في ورطة وما بقيتش قدامها حل غير أنها تسحى بالتليفون بسرعة من السوق وده خسرها كتير جدا شركة أبل الوقت ده ما اهتمتش بخسائر سامسونج وقررت أنها تحتفل بمرور 10 سنين على أول آيفون لها وقررت أن الاحتفال يكون بمفاجأة وفعلا طلعت وقتها تليفون آيفون X وقدت الشركة وقتها أنها ترفع قيمتها تسويقية لـ 900 مليار دولار وده خل الكل يتوقع أن أبل هتكون أول شركة تحقق تريليون دولار أمريكي ورغم أن سامسونج وقتها كانت مستحوزة على 21% من سوق الهواتف العالمي وأبل وقتها كانت بتستحوزة على نص النسبة دي لكن أبل فضلت تقليل الفارق ده لحد ما بقت بتستحوزة على 16% ومش بس كده رغم أن نسبة استحوز أبل أقل من سامسونج بفارق مش قليل لكن القيمة التسويقية لأبل فضلت تزيد وتزيد لحد ما وصلت لعشر أضعاف قيمة سامسونج وبقت قيمتها التسويقية حوالي 2.7 تريليون دولار لكن سامسونج 275 مليار دولار والحقيقة كمان أن عدد الموظفين في شركة أبل على البكتير من شركة سامسونج يمكن عددهم تقريبا نصف الموظفين في النهاية تفتكروا سامسونج هتسكت على اللي بتعمله شركة أبل خاصة وإن مبيعاتها بقيت لتوذكر جنبها ولا شركة أبل هتركز أكتر وأكتر عشان ترفع قيمتها التسويقية أكتر وأكتر اشتركوا في القناة